دلوقتي مشاهدين هنروح لزميلنا كريم بيبرس مراسل صباح الخير يا مصر من داخل أحد مخازن الهلال الأحمر المصري بالعريش عشان يرصد لنا آخر مستجدات المساعدات الإنسانية المرسلة لأهلنا في قطاع غزة كريم صباح الخير صباح الخير وصباح الخير على كل مشاهدي صباح الخير يا مصر أنا دلوقتي في واحد من مخازن الهلال الأحمر المصري في مدينة العريش واللي بيتم تخزين فيها المساعدات المختلفة من مواد غذائية من مستلزمات طبية وغيرها من المساعدات اللي بتصل حقيقة لمدينة العريش على طريق الامر المساعدات الشاحنات الأرضية أو حتى مطار العريش الدولي يمكن لو بدينا دلوقتي نظرة عامة عن هذا المخزن بنتكلم على يعني دي يفطة بسيطة كده بتتكلم على المساعدات الإنسانية العاجلة لدعم الأشقاء بدولة فلسطين أكتر من 29 دولة 30 دولة الحقيقة بتقودها مصر لدعم الأشقاء في فلسطين قاموا بهذه المساعدات اللي بتصل بالفعل إلى الأشقاء هنا كمان لو استعرضنا باقي المخزن بنتكلم هنا عن عدد كبير جدا من الدول اللي شاركت فيه أجهزة شاركت فيه حاجات لمساعدة الأشقاء في فلسطين لمجابهة فصل الشتاء بنتكلم على غططين بنتكلم على غطيان موجودة بنتكلم على مساعدات مستلزمات طبية بنتكلم على مواد غذائية كمان فيه حاجات مستلزمات الطبية كمان الأدوية موجودة بالفعل فيه مستشفيات أو تلاجات خاصة الحياة للحفاظ عليها بيتم طبعا زي ما احنا شايفين تخزين الحاجة هنا كده هي وتأمنها للحفاظ عليها إما عن طريق الكاراتين أو حتى الحاجات البلاستيك اللي ملفوفة حواليها وكمان بيتم تقسيمها زي ما احنا شايفين كده وبلاد كتيرة الحقيقة يعني مشاركة بنلاقي قطر بنلاقي اندونيسيا بنلاقي العراق بنلاقي المغرب بنلاقي البرازيل بنلاقي الكويت طبعا على رأسهم الكويت الأردن وطبعا على رأسهم كلهم مصر عدد كبير جدا من المساعدات الحقيقة موجودة هنا بنتكلم على أكتر من 15 ل 20 ألف طن من المساعدات المختلفة وصلت بالفعل لمدينة العريش بنتكلم على ما يقرب من 130 طيارة بالفعل وصلوا لمطار العريش الدولي كل دول الحاجات دي بتتم تخزينها في المخازن دي وبعد كده بتتحرك على معبر رفع لإيصالها إلى الأشقاء في فلسطين ده بالإضافة والطبع ليه استقبال عدد كبير من المصابين الأشقاء وإعلاجهم في المستشفيات وكمان استقبال مزدوج الجنسية يمكن دي نظرة عامة على واحد بس من المخازن اللي تم تحددها في مدينة العريش استقبال المساعدات للأشقاء في فلسطين كريم بيبرس من مدينة العريش وتحديدا إحدى صلاة الهلال الأحمر المصري